نهاردة المصري والبيراميدز خلونا شوية مبسوطين شوية فرحلين في مباراة المصري حسن علي سجل هدف المصري الوحيد في ديئة 83 وفي مباراة بيراميدز كان التعادل هو سيد الموقف مع السفاكسي بيراميدز افتتح التهديف في ديئة 41 بالقدم وليد الكارتي وتعادل السفاكسي في ديئة 52 عن طريق فراس شواط دي كانت نتيجة إيجابية جدا على ملعب رادرس كانت النتيجة محترمة جدا بس بصراحة كان فيه مشهد واحد يحزننا النهاردة مشهد رمضان صبحي وهو يبكي وهو خارج من أرض الملعب بعد إصابته في الرجبة الإصابة حتى الآن لم يتحدد مصرها وما تحددش حجمها بس الدكتور مصطفى المنيري طبيب الفريق قال إن رمضان صبحي هيكون في حالة جيدة في الفترة اللي جاي وقال إن تشخيص المبدأة لإصابة رمضان في مباراة السفاكسي عبارة عن إصابة على مستوى الرجبة وما قالش إيه هو الحكم النهائي بالنسبة للإصابة طبعا الخوف والقلق من إصابة وقاطع في الرباط الصديبي ولكن الكابتن إيهاب جلال في نفس التوقيت قال إن الإصابة ما وصلتش للرباط الصديبي إن شاء الله ما تبقاش رباط الصديبي بس طبعا الأشعة هي اللي هتحسم هذا العمر مليون سلامة لرمضان صبحي ألف مليون سلامة لرمضان صبحي إن شاء الله تبقى الأمور جيدة رمضان لعب مهم لعب كبير محتاجينه في منتخم مصر إن شاء الله ونتمنى له بس السلامة نتمنى له بس السلامة بينكو سين يعني إن شانا شفت ناس على السوشال ميديا يعني كده اللي هو إيه مش عارف أنا والله الناس دي بتفكر إزاي يعني لعب مصاب على فكرة أنت كمشجع من حقك تحب أو ما تحبش لعب تشجع لعب أو ما تشجعوش بس في وقت الإصابات ووقت الظروف الصعبة دي نقول مليون سلامة وبس هو ده الأمر ده اللي همنا في نتائج كاس الكونفادرالية مباراتين اليوم مبارات بيراميدز ومبارات المصري ده زي ما تركم اللي همنا